بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في الرياء الدليل الأول إلى الثالث وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد قل إنما أنا بشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأنه بشر وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم إلا أنه يوحى إليه فوجب الطاعته لكن عبادته محرمة لقاء ربه لقاء الرضا والنعيم خاص بالمؤمنين وتتضمن رؤيته في الآخرة عملا صالحا أي خالصا صوابا الإخلاص والمتابعة أنا أغنى فيه معنيان الأول بطلان العمل الذي صاحبه الرياء وتحريم الرياء ثانيا بيان غنى الله عز وجل وعظم حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك شيئا معه المسيح الدجال ممسوح العين اليمنى وهو رجل من بني آدم كذاب لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الرياء أشد من المسيح الدجال أولا لأن فتنة الدجال ظاهرة وفتنة الرياء خفية والتخلص من الرياء صعب جدا ثانيا لأن فتنة الدجال محصورة في آخر الزمان بعكس الرياء فتنته في كل وقت الشرك نوعان أولا خفي وهو ما كان في القلب مثل الرياء ويسمى شرك السرائر ثانيا جلي وهو ما كان بالقول كالحلف بغير الله أو بالفعل كالانحناء لغير الله الرياء هو أن يعمل عملا حتى يراه أو يسمعه الناس وهو من أخلاق المنافقين ويكون في أصل العبادة فيبطل العبادة ويكون الرياء طارئا فيه تفصيل يدافعه صاحبه هذا فعل الواجب عليه والعبادة صحيحة أو يسترسل فيه وهذا فيه تفصيل فإذا كان أول العبادة متصل بآخرها مثل الصلاة فالعبادة باطلة كلها أما إذا كان أول العبادة منفصل عن آخرها كالزكاة فيبطل الجزء الذي فيه رياء أو يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة وهذا لا يؤثر في العبادة شيئا إلا إذا كان فيه عدوان كالمن والأذى بعد الصدقة ما هو علاج الرياء أولا تعظيم الله بتعلم التوحيد والعمل به لأن الإنسان لو عظم الله لا يبالي بأحد ثانيا عدم ترك العمل خوفا من الرياء لأن الشيطان إما أن يوقعك في الرياء أو في الخوف من غير الله ثالثا الدعاء رابعا إخفاء الأعمال خشية الوقوع في الرياء خامسا زيارة القبور زيارة الشرعية فإنها تذكر الآخرة والرياء يعلق الإنسان بالدنيا المسائل الأولى تفسير آية الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء وعلى من بعدهم أولى السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه وكذلك التصنع في القول التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر